بداية مع الأخبار وعنوين الأخبار وتفاصيل الأخبار المش صارة في هذا النهار وعصابات تدفيع الثمن في يافة الناصرة وارتكب متطرفون يهود جريمة جديدة من جرائم تدفيع الثمن فجر اليوم الجمعة حين تم الهجوم على قرية يافة الناصرة شملت الاعتداء على ممتلكات وكتابة شعارات عنصرية وتحريضية تتوعد المواطنين العرب وتكررت الاعتداءات والتصريحات العنصرية من قبل المنظمات الإرهابية اليهودية أمثال تدفيع الثمن ولهافة وفتية التلال على المقدسات غير اليهودية ومنازل وسيارات وممتلكات العرب الفلسطينيين داخل البلاد وضفة الغربية والقدس دون اتخاذ أي خطوات جدية لوقفها من قبل الحكومة الإسرائيلية وأجهزة الأمن التابعة لها نعم إلى يافة الناصرة مباشرة ولكن عبر الخط الهاتف رايق كناني ضحية اعتداء تدفيع الثمن صباح الخير رايق صباح الخير أهلا بك قرأنا هذا العنوان وتفاصيل هذا الخبر لكن منكم اطلعنا على الصورة بشكل عيني وتفصيلي أكثر ماذا حدث هناك اللي صار أخي أنه فقنا الصباح ساعة ستة الصباح نزلنا نزلت على الساحة تحت على البيت كعادتي لقينا أنه أربع سيارات تعوننا عجالهم خزكة في مبنشرات ومكتوب عنا على الحيط على مدخل البيت بالعبراني كما ونجمة دهود رسمت هناك صحيح لأول واهلة نديننا إحنا البوليس والبوليس بس شارف أنه مكتوب في العبراني عارف أنه عم نحكي على أشيء اللي هو على خلفية قومية فبلش يتطلع على باقي الحارة ولاكا أنه في باقي الحارة مكتوبة أجمحير وماجين دافيد وعرفوتها داديت ومخزكات كمان باقي عجال السيارة في كمالة الحارة عند جرام أستاذ راية منفهم من حضرتك أنه يعني طبعا في هذا الموقف استدعيته الشرطة في الصباح الباكر وذكرنا أيضا أنه يعني من تجارب سابقة بيغسر في النظر وين في الضفي في القدس أو في الداخل الفلسطيني يعني لم تكن هناك إجراءات جدية تجاه هذه العصبات من أجهاز الشرطة أو من أجهزة الأمن المختلفة هل بتفكروا يعني تتخذوا خطوات جدية لتصعيد هذا الموضوع أنا في دوري كمواطن حتى أمنع هاي الشغلات أنا وصلت الأشياء للصحافة على مختلف أنواعها شاركت جمعية تاج مئير اللي هي بتشتغل كبض تاج محير حاولت أنشر الأشياء على الوسائل الإعلام في الوسائل الاجتماعية يعني زي الفيسبوك وهاي بحب أوصل الأشياء للكل يعني حتى نقدر حتى الأشياء يكون واضح لكل الناس يمكن هاي هذا الأشياء يقدر يحرك الشرطة إنها تتصرف الطريقة مضبوطة أكتر يعني تصرف الأنظار لهذا الأشياء اللي بشكل أكتر من هيك رد فعل الشرطة هل من رد معين؟ الشرطة كانت تواجدت بعد ما تصلنا لها في خمس دكائق أو عشر دكائق في البداية أجوا أشخاص اللي هن مش مختصين في هذا المجال بعدين أجوا الثلاث سيارات اللي هن مختصين في مجال خلفية قومية يعني سمعوا منا أخذوا إفادي منا ثوروا وطلعوا على الأشياء أما كداش الاشي رح يكون يعالجوا الاشي بعرفاش كيف أستاذ ريأ أخيراً أداش في عندكو تخوف أو ربما قلق يعني هذه المرة نتحدث عنه كأضرار بالممتلكات وأيضاً يعني شكل من أشكال التهديد المباشر كتابة هذه العبارات العنصرية هل في عندكو تخوف من أنه يعني يكون في تكرار لمثل هاي كالأعمال في المنطقة نفسها في الحارة نفسها؟ أكيد أختي الإشي جداً بيخلق مخاوف واترابات عنا بالذات أنه عندنا أطفال مضار ومخاف كمان إحنا عن نفسنا بالأساس بالذات لأنه إحنا كمان قريبين على المنطقة اللي هي مجدالة عامك تحدنا عنها فقط مئات الأمطار أكيد الإشي بخوص طبعاً نتمنى لكم السلامة طبعاً نحن نتابع هذا الملف عن قرب بدورنا نشكر مدخلتك الهاتفية معنا الأستاذ راي إكناني من يافت الناصرة وكان ضحي لإعتداءات عصابات تدفع الثمن نعم سنتابع هذا الموضوع ومرة أخرى عنوان آخر هدم العراقيب هدمت الجرافات الإسرائيلية قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب للمرة المئة والخمسة والثلاثون فيما قامت الشرطة باعتقال أربعة من سكانها بزعم عرق لتعمل أفراد الشرطة وتواقم الهدم وأفاد مواطنون أن الشرطة اقتحمت القرية بقوات معززة ووفرت الحماية للجرافات التي شرعت بتنفيذ هدم الخيام والمنازل وتشريد سكان القرية من النساء والأطفال وتركهم دون مأوى على الرغم من أحوال التقس البارد والأمطار حيث أصر السكان البقاء في قريتهم وإعادة بناء الخيام وعقب الهدم اعتقالت الشرطة كل من شيخ العراقيب الشيخ صياح الطوري وعزيز صباح وزوجته وسليم محمد أبو مداغم وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الشرطة بزعم عرق لتعمل طواقم وجرفات الهدم ويأتي هدم العراقيب في الوقت الذي تواصل السلطات الإسرائيلية بناء أربعة مستوطنات جديدة في النقب ومن هذا الموضوع ما زلنا في النقب فاجعة يعني طبعا نتحدث عن مصرع التفل جرفته السيول وفي تفاصيل الخبر لقي التفل حمد لكريشات والذي يبلغ من العمر أربع سنوات مصرعه بعد أن جرفته السيول في النقب حيث وصفت حالته بالحرجة بعد أن تم إنقاذه وأعلن عن وفاته لاحقا بعد أن قدمت له التواقم الطبية الإسعافات الأولية ونقلته إلى مستشفى سروكا في بئر السابق ووفقا لبيان صادر عن مركز الإسعاف في الجنوب فإن التواقم الطبية تلقت بلاغا عن غرق طفل وهو بحالة حرجة حيث وصل التاقم الطبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية للطفل وتم نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج حيث أعلن لاحقا عن وفاته وبحسب المعلومات التي حصل عليها التاقم الطبي من العائلة فقد غرق الطفل بعد أن جرفته السيول إثر فيضانات بالوادي إذ تم إنقاذه وتخليصه من مياه الفيضانات وهو بحالة حرجة وفاقد للوعي وفي نفس السياق بهذه الإنجرافات وسيول المياه إنجراف حافلة في الجهة الأردنية للبحر الميت وأعلن الدفاع المدني الأردني أمس الخميس عن وفاة 18 مواطنا وإصابة 34 في حادث إنجراف حافلة قرب البحر الميت نتيجة للسيول الجارفة التي اجتاحت المنطقة بسبب المنخفض الجوي وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية بيترا أن عمليات البحث والإنقاذ تشارك فيها مختلف الأجهزة العسكرية والمدنية وأن طائرات تلاح الجو الأردني تشارك في عمليات تمشيط المنطقة وأن البحث عن المفقودين لا زال مستمرا وقال الرجال إنقاذ وعاملون في المستشفى إن القتل هم أطفال ومعلمون كانوا في رحلة مدرسية وأنه تم إنقاذ 34 شخصا في عملية باستخدام طائرات هليكوبتر وبمشاركة قوات من الجيش وبعض المصابين في حالة خطرة وقال شاهد إن حافلة تقل 37 تلميذا و7 مدرسين كانت في رحلة بالمنطقة عندما جرفتها السيول في وادن وقال مدير العمليات في الدفاع المدني الأردني إن السيول جرفت الحافلة المدرسية وأيضا عائلات كانت متواجدة في مصارها مؤسف جدا يعني فاجع وإحنا نترحم طبعا نترحم يا رب أمين أرحم الجميع ما في إيش نقول أكتر الله يرحم الجميع مخالفة سير ممكن أن تمنع من الترشح والاستمرار في خوض المعركة الانتخابية على مستوى المجالس المحلية وأعلن طاقم الدفاع عن رئيس بلدية عرابي علي عاصلي أنه بصدد التوجه باستئناف للمحكمة العليا ضد القرار الصادر عن المحكمة المركزية في حيفا الذي أدانه بملف مخالفة سير وإلثاق وصمة العار به وهو القرار الذي يعني منعه من مواصلة التنافس وخوض انتخابات الرئاسة التي ستجري يوم الثلاثة من الأسبوع القادم وفردت المحكمة المركزية في حيفا على عاصلي العمل خمسة أشهر في خدمة الجمهور وإلثاق وصمة عار به حيث تم إدانته بالسياقة دون رخصة ومخالفة أمر قضائي وأتى القرار بعد مطلب النيابة العامة فرض عقوبة وصمة عار على عاصلي الذي أكد أن هذا المطلب سياسي بامتياز ويذكر أن الرئيس عاصلي مثل أمام المحكمة السير في العام 2017 بسبب مخالفة سير وضبطه وهو يقود السيارة بسرعة 182 كيلو متر من الساعة ورفضت المحكمة عليه عقوبة السجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وسحب رخصته لمدة 18 شهرا لكن بعد صدور الحكم ضبط عاصلي وهو يقود سيارته خلال فترة سحب الرخصة وهذا هو الحال لغاية الآن وننتقل إلى عنوان آخر وإلى ملف الأسرة ومنع الزيارة عن الأسرة بحيث صادقت الكنيسة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تعديل أنظمة سلطة السجون الذي ينص على حرمان بعض الأسرة من الزيارات خاصة أسرة حركة حماس إذ يتطرق القانون للأسرة ممن ينتمون للفصائل التي تحتجز رهائن إسرائيليين ووفقا لمشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيسة عن حزب الليكود أورين حازن فإن القانون يهدف لمعالجة عدم التوافق بين الشروط التي تحتجز بها إسرائيل الأسرة الذين يمسون بأمنها والظروف التي تحتجز المنظمات الإرهابية رهائن إسرائيليين ويمنع مشروع القانون الزيارات العائلية للأسرة فيما تم استثناء حظر الزيارات للمحامين أو المندوبين عن الصليب الأحمر الدولي بعد أن كانت هذه الشروط مدرجة في نص مشروع القانون الذي حظي بمصادقة اللجنة الوزرية للتشريعات ومستمرون بشؤون الأسرة قمع وتنكيل بالأسرة وأفادت هيئة شؤون الأسرة والمحررين بأن وحدات القمع الخاصة نفذت هجمة شرسة على الأسرة في سجن عسقلان مما خلق حالة من التوتر والاحتقان في صفوف الأسرة حيث تم استهداف غرفة ممثل المعتقل ناصر أبو حميد الذي تم عزله إلى الزنازين ونقلت الهيئة على لسان الأسرة أنه تم إعلان حالة الطوارئ من قبل إدارة السجن وأدخل الأسرة إلى غرفهم بشكل مفاجئ خلال الفورة وبعد لحظات قليلة حضرت مجموعة كبيرة من وحدات القمع والشرطة التابعة لمصلحة السجون بحيث قاموا باقتحام القسم بشكل استفزازي وعنيف وحملت هيئة الأسرة حكومة الاحتلال وإدارة سجن عسقلان النتائج والتبعات لكل الإجراءات القمعية وطالبت كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل لوقف الهجم الشرسة وغير المسبوقة التي ازدادت وطيرتها في الأون الأخيرة في كافة المعتقلات الإسرائيلية وفي سياق متصل الأسير عدنان يعاني ظروفاً صحية خطيرة بحيث يواصل الأسير خضر عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الخامس والخمسين على التوالي رفضاً للتهم التي توجهها سلطات الاحتلال له منذ تاريخ اعتقاله في الحادي عشر من كانون الأول الفين وسبعة عشر وتعرض الأسير عدنان منذ شروعه في الإدراب للتنكيل من خلال نقله من معتقل إلى آخر وحرمانه من الزيارة ووضعه في ظروف اعتقالية قاسية وقال نادي الأسير في بيان صحفي الأسير عدنان يواجه ظروفاً صحية خطيرة وبدأت تظهر عليه علامات خطيرة كتقيء الدم يذكر أن الأسير عدنان خاض منذ عام الفين واثنى عشر حتى الآن حتى هذا العام الحالي ثلاثة إضرابات عن الطعام أطولها عام الفين واثنى عشر حيث خاض إضراباً استمر لمدة ستة وستين يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري ومن أخبار السياسي وهي الملفات إلى أخبارنا المتفرقة والصحة وعن فوائد الأفوكادو تحديداً هذا الخبر الأفوكادو هو عبارة عن فاكهة عالية الدسم وغنية بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة ويوفر الأفوكادو مصدراً ممتازاً للتغذية المتوازنة خلال جميع مراحل الحمل ولا توجد أي مركبات تسبب مضاعفات في الحمل ولا يوجد سبب محدد لتجنب الأفوكادو خلال فترة الحمل ويوصى بتناول الأفوكادو أثناء الحمل لاحتوائه على الدهون غير المشبعة والتي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الوقت الذي يتم فيه تزويد الجسم بالمركبات الضرورية لدماغ الطفل العينين والجهاز العصبي والأنسجة الدهنية إن إدراج الأفوكادو في النظام الغذائي للمرء الحامل على وجه الخصوص قد يساعد في تقليل خطر نقص فيتامين كي عند الأطفال الحديثي الولادة حيث أن الأفوكادو هي إحدى الفواكه النادرة التي تحتوي على كمية عالية جداً من الفيتامين 40% تقريباً من المتطلبات اليومية أي نعم ومن الأفوكادو إلى التفاح والتفاح الأحمر مرتفع القيمة الغذائية ويحمي من العديد الأمراض ويوفر العديد من العناصر الغذائية والمركبات التي تساعد على تعزيز الصحة الجيدة والتحكم أيضاً في الوزن وتحوي ثمرة تفاح الأحمر متوسطة الحجم على نحو من خمسين إلى ثمانون سعر حرارية ولا تحتوي على الدهون أو الكوليسترول وتحتوي خمسة جرامات من الألياف الغذائية التفاح أيضاً يا دوريد مصدر جيد لفيتامين سي فتحتوي تفاحة على عشرين بالماء من القيمة اليومية الموصى بها وهذا بذكرنا المثل الإنجليزي تفاحة باليوم تبقى التبيب بعيداً جداً يعين عليك وكعكة التفاح شو معها؟ كمان زاكي صحيح؟ وكمان في المثل العربي بيقول التفاح للملاح تفاح للملاح صحيح واخدود التفاح يعني إحنا شوناً لازم نستشير من بارك الأربعة القادمة هذا كل شيء بالنسبة للأخبار الصباحية رح نفتتح محاورنا بعد هذا الفاصل الأكثر من سريع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة